بدورها كشفت مصادر مطلعة عن عزم حزب تقدم جمعة تواقع نيابية لاستضافة معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الإعمار والخدمات رياض الطيس وقالت المصادر إن حزب تقدم سيصدي في جلسة مجلس النواب المقبلة معاون محافظ صلاح الدين على خلفية إقدامه على إزالة حي البهرات الذي تحول إلى حي سكني داخل مدينة سمراء هذا ونشر رئيس تحالف السيادة شعلان لكريم تدوينة على فيسبوك قال فيها إنه سيقف بوجه من يريد أذية أهالي سمراء من أصحاب المآرب والأجندات الخاصة